على الخارطة ترتسم خطوط الطول والعرض في ندرة سعى إليها العراق والكويت معا على امتداد السنين الماضية تأتي زيارة الفاعلة لوزير الخارجي الكويتي دعما من حكومة الكويت للحكومة العراقية التي يتزعمها الكاظمي التقاء ليس الأول عمليا لكنه الأول تكتيكيا تجاه بناء العلاقة وعودة المياه إلى مجاريها هكذا كما كان العلم العراقي يرفرف منذ زمن ليس ببعيد على أبراج الكويت تماما كما هي التقاربات بين المجتمعين العراقي والكويتي يعود الدعم الكويتي المعهود للوقوف مع العراق من خلال رؤية القيادة الكويتية الحكيمة والثاقبة تجاه بناء ما كان يعمل على هدمه تحقيقا لمآرب المخربين الكاظم اليوم يسجل علامة كاملة في صفحة العلاقات الفاعلة مع الكويت الإبحار في تركيبة العقلية التي يحملها الكاظمي تعكس لك طريقة التفكير المستقبلية الفاعل أيضا والقصة لا تكمن في الجلوس فحسب بل في عودة التلاحم وهذا ما ظهر كأول مرة في لقاء يجمع الشقيقين مرارا إلا أنه مشهد يظهر حقيقة تحول جذري نحو الإيجابية توافق في رؤية الكاظمي الداخلية في الشأن العراقي فمن يسرق مستقبل العراقيين يسرق أراضي جيرانه أيضا وخريطة الطريق إلى مستقبل أفضل تبدأ بالنوايا الحسنة أما طي صفحة الماضي فبات أمرا محسوما إذ أن الكاظمي رجل قالها أكثر من مرة إنه لا يخاف وتحرر من المخاوف هو أول الحلول في تقريب المسافات ترجمة نانسي قنقر